السلام عليكم ورحمة الله نكمل إياكم تلخيص مادة الاجتماعيات للصف الثالث متوسط تلخيص أولا حكومة الدفاع الوطني وصلنا صفحة 132 حكومة الدفاع الوطني يقول لك تعريفها وهي الحكومة التي شكلت رئاسة رشيد علي القيلاني مع القادة العسكريين بعد هروب الوصي عبد الإله وبعد هروب الوصي عبد الإله إلى البصرة وسيطرت جيش على الأوضاع في بغداد وأعلن حالة الطوارئ الذي صدر بيانا في نيسان إلى الشعب العراقي اتهم الوصل بالعمل ضد الشعب والعمل على أحداث الحد العراقي هاي تعريف حكومة الدفاع الوطني ما هي أسباب تشكيل الحكومة هاي أسباب تشكيل حكومة الدفاع الوطني أولا أسبابها سيطرة الجيش أسبابها عندني بعد هروب الوصي إلى البصرة سيطرت الجيش أولا هروب الوصي عبد الإله الحد هذه وسيطرت هذا سيطرت الجيش على الأوضاع سيطرة الجيش على الأوضاع في بغداد وأعلن حالة الطوارئ وكذلك وكذلك تحطم الجيش هذه يقاف الملكية واختيار الوصي جديد نعم زين شن اللي أكده رشيد عالي القيلان في برنامجه الحكومة شن اللي أكده عليه أول عمل قام ب أول عمل قام ب إصدار الإرادة الملكية بقبول استقلاله بقبول يعني يقول لك شنه أكده رشيد عالي القيلان في برنامجه الحكومي ها عيني أقول له أبعاد العراق عن ولايات الحرب وأخطارها أبعاد العراق عن ولايات الحرب وأخطارها ها عيني والعمل على استقلال البلاد والقيام بإداءة رسالاتها القوية والحفاظ قومية والحفاظ على تعهداتها الدولية وتقوية الرابط مع البلدان العربية والدول المجاورة زين ما هي كيف ما هي الآراء التي اقترحت لمعالجة الأزمة الدستورية العراقية بعد هروب الوصي نقول اقترح البعض إلغاء النظام الملكي وأعلان الجمهورية والبعض الآخر أراده قائل ملكيه واختيار وصي جديد على العرش زين نجي على العدوان البريطاني على العراق العدوان العدوان البريطاني على العراق خلينا نشوف شنو العدوان البريطاني على العراق سوى شنو التلخيص مولدها التلخيص شنو بالله بيها هنا قبل العدوان ماما هنا تعريف الشريف شرف هذا ما قلنا نسينا الشريف شرف أقول له وهو من العائلة الهاشمية وهو من العائلة الهاشمية المالكة الذي وقع الاختيار عليه بمنصب الوصي بعد عقد جلسة اجتماع مجلس الأمة في واحد نيسان الف وتسعمية وواحد واربعين وقرر بالإجماع عزل الوصي عبدالله وتعيني الشريف شرف بدلا من أنه زين خاهية نجي علي من على العدوان البريطاني العدوان البريطاني هنا يقول لك ماذا أعلن رشيد عالي القيلاني عنده تشكيل الحكومة في 12 نيسان شنو أعلنه هذا مننا الجواب الحد شاقول الحد نقول الحد الرطبة أو الحد قواتها أي هذه هي نقاط زين نقول ما هي الشروط التي وضعتها الحكومة ما هي الشروط التي وضعتها الحكومة العراقية عند موافقتها لبريطانيا بإنزال قواتها في البصرة أولا تسريع شنو الشروط أولا تسريع نقلها إلى الرطبة تسريع نقلها إلى الرطبة وكذلك هذه هاي الشروط شرطة بيها وعدم إقامة معسكرات دائمية في الأراضي العراقية هذا الشرطة ما هو دور الحكومة العراقية على الإجراءات البريطانية العدوانية العدائية يعني نقول اتخذت بعض هاي الإجراءات اتخذت بعض التدابير الاحتياطية للسلامة هذه سلامة البلاد بإقامة قوة عسكرية عراقية في الحبانية طلب قائد القوات إلى السلطات البريطانية عدم تحليق الطائرات البريطانية لأي سبب كان وعدم خروج المدرعات من المعسكر لحين تسويت الموقف بين الحكومتين زين نقول ما هي قرارات مجلس الوزراء عند عقد اجتماعه حول الاعتداءات البريطانية هذا النئ زين هنا نقول الاحتلال البريطاني الثاني للعراق هنا نقول شنو وضح كيف احتل الاحتلال البريطاني الثاني للعراق شون احتل البريطانيون العراق للمرة الثانية هذا هذا وزارة طبعا هنا شنو عدنا صفحة 134 هنا بسبب تطورات هناك تعليل حسم جميع معارك القوات البريطانية لصالحها والتقدم نحو بغداد الجواب بسبب تطورات الاحداث شكلت لجنة باسم لجنة الامن الداخلي في العاصمة لاتخاذ التدابير الخاصة بتأمين الوضاع الداخلية في بغداد وكذلك اجراء الاتصالات ليقاف القتال ووضع شروط الهدنة هنا نقول كيف كانت عودة الوصي عبدالإله إلى بغداد في واحد حزيران 1941 شون كانت هذا كل نسوه على شكل نقاط أولا على تنفيذ رغبات هيا تأولا تنفيذ رغباتهم بصورة عاجلة قام بتشكيل وزارة موافقة على طلب شنو بعد وضع الرقابة على السيطرة العسكرية تقريبا نقاط وايه به القادة العسكري صلاح الدين هسا نجي على العراق عضوه مؤسسا يقول هنا تعريف هذا أرشد العمري تعريف أرشد العمري أقول له وهو وزير الخارجية للحكومة العراقية الذي ترأس وفده رسميا لحضور المؤتمر الدولي الذي عقده في مدينة فرانسيسكو والأمريكية لإعداد ميثاق منظمة دولية تكون مهمتها صناعة السلم والدولتين والسلام الدولتين وفض النزاعات بالطرق السلمية هنا عدنا هاري ترومان تعريف وهو الرئيس الأمريكي وهو الرئيس الأمريكي الذي يوجه دعوة إلى الحكومة العراقية لحضور مؤتمر دولي لحضور مؤتمر نقول دولي للتباحث عن أوضاع العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية هنا نقول وضح كيف أصبح العراق عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة عام 1945 وخمسة وربعين هذه زين هسا خلصنا وان شاء الله التوفيق ترجمة نانسي قنقر